استعدت قوات النظام اليوم الأربعاء السيطرة على ثكنة الفاميلي هاوز وظهرة مهنة ومزارع الأوبري غربية مدينة حلب وذلك بعد يوم من تقدم الثوار في المنطقة وسيطرتهم على عدة نقاط وتدمير دبابة وعربة بي أم بي ومدفع إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر النظام وفي الريف الشمالي تمكن الثوار من السيطرة على قرية إكدا بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم إضافة إلى أسر ثلاثة عناصر الله أكبر 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 ولمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب من حلب باسل أبو حمزة مراسل قناة حلب اليوم مرحبا بك باسل بداية لو تطلعنا على آخر التطورات العسكرية غربية مدينة حلب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصلا تحياتي لك ولي أسادة مشاهدين قناة حلب اليوم صراحة البارحة منذ الصباح حاولت قوات النظام مدعومة بالقصف المدفعي والطيران الحربي السوري والروسي بالتقدم على محور جمعية الزهرة وأيضا المخابرات الجوية وعدة مناطق منها بني زيد والأشرفية الثوار تمكنوا من صد هذا الهجوم وشن هجوم معاكس على نقاط قوات النظام في جمعية الزهرة طبعا تمكن الثوار من السيطرة على عدة مواقع هناك وتكبيد النظام خسائر كبيرة بالعدة والعتاد طبعا بسبب القصف العنيف اليوم صباحا من الطيران المروحي والحربي الروسي والسوري وأيضا راجمات الصواريخ التي لم تهدأ طوال الثوار لم يستطيعوا أن يبقوا في النقاط التي تمكت من السيطرة عليها وتراجعوا إلى النقاط الخلفية طيب باسل ماذا عن معارك الثوار في ريف حلب الشمالي تحديدا على جبهة تنظيم الدولة هناك معارك كروفر أصلا بين الثوار وتنظيم الدولة منذ أسبوعين تقريبا ذات المعارك تجري كروفر النظام عفوا التنظيم يسيطر على قرية والثوار يسيطرون بالمقابل على قرية طبعا اليوم صباحا تمكن الثوار من السيطرة على قرية إكدوات تنظيم الدولة خسائر كبيرة خسائر بشرية طبعا وقتل العشرات من مقاتليهم نعم من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر